اشتركوا في القناة ارفع الى مقام جلالتكم السامي بالاصلة عن نفسي ونيابة عن جميع رجالكم المخلصين في قوة دفاع البحرين اسماءات التهاني والتبركات مقرونة بخالص الولاء والطاعة وعظيم الامتلان بمناسبة الذكرى التاسعة والاربعين على تأسيس جلالتكم لقوة دفاع البحرين الباسلة ان لتوجهات جلالتكم الحكيمة ودعمكم المتواصل ورعايتكم الكريمة لقوة دفاع البحرين جل الاثر في تطوير قواتكم المسلحة وما وصلت اليه من مستوى مشرف تنظيما وتسليحا وتدريبا وقد شهد بذلك المجتمع الإخلامي والدولي وأشهد كثيرا بما تتمتع به قوة الدفاع من كفاءة عالية وجهزية قتالية وانضباط عسكري وسمعة طيبة يفخر بها كل مخلص لهذا الوطن سيدي صاحب الجلالة القائد الأعلى إن رجالكم في قوة دفاع البحرين وهم يحتفلون بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم مجددين العهد أمام الله عز وجل بأن يظلوا جنودكم المخلصين لجلالتكم وأن يبدلوا مزيدا من العطاء والتضحية في سبيل الرفعة والمنعة لمملكتنا الغالية دارعين للعلي القدير أن يحفظكم ويرعاكم بموفور عنايته وأن ينعم على جلالتكم بعظم كرمه ويعيده على جلالتكم أعواما عديدة وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والهناء وعلى وطننا الغالي بالتقدم والازدهار حفظكم الله يا صاحب الجلالة وسدد على طريق الخير خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير المشير الركن القائد العام لقوة دفاع البحرين خليفة بن أحمد الخليفة هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله رعا برقية شكرا جوابية إلى القائد العام لقوة دفاع البحرين هذا نصها الأخ المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة حفظه الله القائد العام لقوة دفاع البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نبعث إلى معاليكم بخالص التحيات وصادق التمنيات بموفور الصحة والعافية مقرونة بتقديرنا لمعاليكم ولجميع من سبي قوة دفاع البحرين قادة وضباطا وجنودا للتهنئتكم لنا بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين التاسعة والأربعين هذه القوة التي لا زالت موضع اعتزازنا العالي وتقديرنا العميق وثقتنا المطلقة وقد حققت ما يطلبه الوطن بقدرة تامة وقد توفرت في منسوبه أعلى الصفات شجاعة وبسالة وجهزية ووفاء وولاء وتضحية في سبيل هذا الوطن الذي هم حسنه الحصين ودرعه الأمين نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ قوة دفاع البحرين وكل قوى الأمن في مملكتنا لتبقى البحرين عزيزة ودمتم الله يحفظكم ويرعاكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين